صاحب السموي الملكي الأمير فيصل بن فهد من مقرم بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل حفل اختتام منافسات سباق الهجن في ميدان حائل لسباقات الهجن ضمن فعاليات موسم حائل وتحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن شاهدنا خلال الفترة القليلة الماضية خلال ثلاثين يوم شاهدت منطقة حائل عدد كبير من الفعاليات الكبرى والفعاليات الدولية ابتداء بمرور رالي دكار سباق القدرة والتحمل سباق التايتان للدراجات في جبال الأجة كذلك اليوم اختتمنا بطولة الهجن سباق الهجن تم التتويج اليوم الحقيقي وكان سباق رائع نائب السقوية من مملكة العربية السعودية دول الخليج والحمد لله كان منتزاع عنيدة فراح ببهد بن طحنون الهاجري وأفضل توقيت والحمد لله الراكس قوي وبيض الله يجيهم على استعداد الطيب وعلى تعاون الملاك بعد وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين حيث كانت المشاركات من مختلف مناطق المملكة على فئتين فئة البكار وفئة القعدان حيث كان التنافس فيما بينهم بمسار الأشواط الذي بلغ طوله ما يقارب الستة كيلو مترات للإخبارية عبدالعزيز غرير حائل حيث كانت المشاركات من المشاركات من المشاركات من المشاركة